في الفيديو اللي فات تعلمنا ازاي نتحكم في الكي فريم في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل تبطيء وتسريع للفيديو سلو موشن و فاست موشن اه باللايك و سبسكرايب وبدأنا في الجد يا معلم يلا بينا بص يا صديقي السلو موشن و الفاست موشن لازم يبقى الفيديو عندك فوق ستين فريم يفضل يعني يبقى فوق ستين فريم لكن لو جيت تعمله على تلاتين فريم يعني مش هيقولك لا بس انا بقولك ستين فريم عشان الفيديو يطلع بجودة كويسة مايحصلش زي تشويش كده هتتك على الفيديو و هتتك على كليك يمين هتتك على speed and direction وبعد كده هتلاقي الكلمة وبعد كده هتلاقي الكلمة بتاعت بعد كده هتظهر معاك القائمة ديت الفيديو يعني باختصار كده اللي السرعة بتاعته 100% انا عايز ببطأ هخليها خمسين في المية هيبطأ النص تمام وبعد ما يبطأ بيقولك هيبقى قد ايه يعني لما بيبطأ النص هيبقى مساحته قد يعني السواني بتاعته تبقى ايه لو خلته خمسين في المية يعني هيبطأ هيبطأ النص انا عايز يبطأ الربع خليه خمسة عشرين كده بيبقى باطئ قوي لو عايزة سرعه هدبل الرقم ده مسلا لو هو كمية اخليه متين خلينا نجرب الاول بس على الخليه خمسين بعد كده نتاك تشغيل الفيديو الفيديو فعلا بدأ بطأ بقى اقل بنسبة النص نيجي بقى عند تاني خطوة معنا وهي ان احنا عايزين نسرعه هو في الاصل كمية هنخليه دلوقتي متين نشوف الفيديو بعد ما بقى سريع بقى سريع ازاي وكده ده الفاست موشن وسلو موشن وفي الفيديو الجاي اعلمك ازاي تخلي الفيديو ويشتغل بالعكس تخلي اللاعب دوت يجري العكس اعمل لايك وسبسكرايب ولازم تفرج على الفيديو اللي جاي والفيديوهات اللي قبلها عشان هتستفيد تنسانيش في لايك وسبسكرايب انا اسلام مندو ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمة لاها اله الا الله اشتركوا في القناة